ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله فأصغر مبرمج مغربي يسير بتبات نحو ولوج المعهد البريطاني لندن أكاديمي لاستكمال دراسته في مجال تخصصه ومن جانب علق مؤسس مؤسسة لندن أكاديمي على زيارة العبقر إيدر قائلا في تدوينات له نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وحصلت عليها ماروك أخبار يومية حيث قال سعدنا بقدوم الطفل الظاهرة إيدر مطيع من مدينة تيزنيت طفل معجزة وأضافت ذات المعطيات التي حصلت عليها ماروك أخبار يومية أن الأكاديمية البريطانية ستقوم باختبار كفاءة الطفل النابغة يومي الاثنين المقبل إذ سيجتاز امتحانا خاصا قصد ولوج المؤسسة للدراسة بشكل رسمي وتأتي الزيارة مطيع لمعهد لندن أكاديمي لتضحض كل الشائعات التي كانت قد روجت حوله والتي مفادها أنه غادر أرض الوطن قصد الدراسة بإحدى الدول الأوروبية ليتضحي فيما بعد أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وكانت ماروك أخبار يومية سبق لنا فيها بشكل حصري نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية